بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اخواني الكرام الشيخنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة اخرى اعبروا باسمي وباسمي الاخوة الذين رافقتهم في هذه الرحلة المباركة الى حاضر من حواضر العلم فهذه الزيارات لها مقاصد من هذه المقاصد احياء سنة غائبة قلت لكم البارحة والله يشهد مدى سعادتي حينما كنت في تلك المكتبة بمكة المكرمة قرأوا في المجلات العلمية تراجم لعلماء الجزائر وفي كل مرة اجد فلان فلان الزواوي فلان فلان التلمساني الى دفين كذا دفين فاس دفين مكة دفين طبعا هذا امر جميل والكثير من المفاجآت الممتعات وجدناها لعلنا ان شاء الله نلتقي بكم في فرصة اخرى الحديث عن بصمة علماء الجزائر في عديد المجالات في التفسير وفي علوم كثيرة هناك في بلاد الحرمين الشريفين اذا هذه الزيارة نحن ايضا استفدنا منها كثيرا الحمد لله محضرنا في المسجد الكبير عمره عشر قرون لا شك ان المساجد وان المساجد لله ولكن هذا البعد التاريخي الحضاري يحفزنا ويحملنا المسئوليات لان الاجداد تركوا لنا امجادا وهذه الامجاد التي خلفها الاجداد هو ميراث ميراث يثقل كواهلنا جميل ان نتحدث عن اثارهم ومآثرهم ومواقفهم هذا امر جميل يحفز ويزرع الامل ويرفعنا الحرج ان الاجداد تركوا المواريث التي بها نعتز ولكن في الوقت نفسه هذا الامر يحملنا مسئوليات شرعية كثيرة تفضل شيخنا الكريم بالحديث عن اهمية المال لا يمكن ان نتصور ان هذا الدين الحنيف نظم كل ما ينفع الانسان في العاجل والاجل في الدنيا وفي الآخرة ويترك ويدع مجالا حيويا مهما خطيرا في حياة الناس المال المال عصب الحياة غيرنا كما تعلمون اكتفي بالاشارة غيرنا اهتم بمجال المال شركات تؤسس ما يسمى الان بالشركات الكونية الشركات الكونية الشركات العملاقة هذه من المصطلحات المتدولة في هذا المجال شركات كونية عملاقة تجتمع تتآلف تتآذر من اجل تشكيل قوة لا تضاه لا تقهر والام والصورة المحزنة في الجهة المقابلة نجد شخصا يملك دكانا وجاره يملك دكانا ربما يتنافسان منافسة غير شريفة تؤدي الى الدمار الى دمار الاثنين امر عجيب الاقوياء يتكتلون فيزدادون قوة والضعفاء يتمزقون ويزدادون ضعفاء المال المال باختصار لندع المجال للحوار الحديث مباشرة عن السيرفة الاسلامية الجزائر تبنت نظام السيرفة الاسلامية بجملة قوانين بعض القوانين نصت بشكل مباشر باستخدام المصطلح وبعض القوانين اكتفت بالاشارة اذكر النماذج من الجهتين هناك قوانين نصت على السيرفة الاسلامية بشكل مباشر اذكر على سبيل المثال نظام بنك الجزائر رقم عشرين سفر الثنين الصادر عن بنك الجزائر وهو البنك الام بتاريخ خمستاش ثلاثة مارس الفين وعشرين هذا النظام الذي يحدد العمليات البنكية كما ورد في مقدمة هذا النظام ومجموعة من المواد نصت بصراحة عن السيرفة الاسلامية اذكر على سبيل المثال المدى الرابعة المدى الرابعة ذكرت هذه العمليات ذكرت المرابحة المضاربة عقود الاجارة المنتهية بالتمليك صيغة السلم صيغة الاستصناع ذكرتها يعني على سبيل التفصيل ثم جاءت المدى الخامسة وما بعدها تعرف هذه العمليات تعريفا موجزا موجزا لتأتي تعليمة بنك الجزائر رقم 20-03 التي تعرف هذه العمليات البنكية اعود الى هذه نقطة بعد حين ثم نقرأ في هذا النظام مثلا المدى 17 المدى 17 نصت صراحة على ما يسمى بالاستقلال المالي المحاسبي هذه مسألة في غاية الاهمية يعني هذه الشبابيك التي تنشأ على مستوى البنوك الكلاسيكية مثل القرض الشعب الجزائري سيبيا مثل البنك الوطني الجزائري بين مثل بديل كل البنوك المعروفة هذه البنوك يسمح لها هذا النظام بفتح شبابيك داخل هذا البنك ولكن مع التأكيد على الاستقلال المالي المحاسبي طبقا للمدى 17 ثم تأتي المدى 18 لتنص على مسألة أيضا مهمة وما يتعلق بالاستقلال التنظيمي الهيكالي بمعنى الموظفون العاملون في هذه الشبابيك لا يعملون في البنوك الكلاسيكية نفترض هذا الجمع الحاضر مدير البنك هو الذي يعرض الفكرة على الاختيار الشكل الذي يبقى في البنك الكلاسيكي ريح طبعا الموظفون الذي داخل البنك من أراد أن يلتحق بالشباك ليعمل في السيرفة الإسلامية تفضل وهذا الذي حصل كمرحلة أولى فقط نأخذ في الحسبان قاعدة ذهبية وهي التدرج مسألة التدرج لا تغيب عن الأذهان إذن وتأتي المادة 13 أعود قليلا التي تنص على أن هذه الشبابيك الإسلامية العاملة في السيرفة الإسلامية لا يجصح لها قانونا أن تسوق منتوجا إلا إذا تحصلت يعني هذه شبابيك على رخصة من بنك الجزائر اللي هو البنك الأم هذه المادة 13 والمادة 15 نصت على ضرورة تأسيس وتشكيل هيئة شرعية تعمل مراقبة الهيئة الشرعية المراقبة هيئة المراقبة الشرعية التي ترافق البنك في جميع العمليات وفي جميع العقود التي يقتاريحها على الزبائن المتعاملين مع هذه الشبابيك في إطار الصرفة الإسلامية وتأتي المادة 16 من هذا القانون التي تنص على ضرورة تشكيل ملف يقدم إلى بنك الجزائر ومن الوثائق المطلوبة في هذا الملف الوثيقة الأولى البطاقة الوصفية للمنتوج تكون بطاقة وصفية دقيقة للمنتوج ونصت أيضا على وثيقة مهمة شهادة المطابقة الشرعية التي تستخرج التي تستخرج من يدخل فليدخل لأن التركيز احتاج إليه جيدا نعم إذن نحتاج إلى الوثيقة أخرى التي هي شهادة المطابقة الشرعية التي تستصدر من الهيئة الشرعية الوطنية للإفتاء للصناعة المالية الإسلامية على مستوى المجلس الإسلامي الأعلى إذن لكي لا أفصل هذا القانون في تفاصيل كهذا النظام في تفاصيل كثيرة أعود إلى تعليمة بنك الجزائر رقم عشرين سفر ثلاثة دورها الأساس تقدم تعريفة دقيقة لجميع العمليات البنكية لجميع العمليات البنكية أكتفي بهذه الإشارة بعد ذلك صدرت جملة من المراسين من هذه المراسين المرسوم رقم واحد وعشرين واحد وثمانيين المتعلق بالتأمين التكافلي جميع العقود التي مرت علينا في الهيئة الشرعية كنا نكتب عبارة عبارة التأمين التكافلي إن وجد كأنه التوجيه لهذه المؤسسة المالية من أجل العمل بالتأمين التكافلي إن وجد يعني ما لم يوجد يجوز يعني مرحليا التعامل مع الموجود في انتظار المفقود ولكن هناك توجيه قانوني ذكي من خلال جميع العقد التي مرت علينا في الهيئة الشرعية في كل مرة نؤكد على هذا المعنى ومعاني أخرى قد يأتي بيانها غدا في النشاط الذي سيعقد على مستوى جمعية العلماء المسلمين جزائرين بحاضرة تلمسان إذن هذا المرسوم مرسوم قدم دعما نوعيا في مجال مهم وهو مجال التأمين لأنه لا بد من مجموعة أنظمة ترافق هذه السيرة فالإسراء تتحرك تحركا متناغما ثم نأتي إلى مرسوم آخر مهم وهو المرسوم رقم 21 179 وهو المرسوم المنشئ للديوان الوطني للأوقاف والزكاة هذا يدعم المنظومة القانونية المتعلقة بالأوقاف منها قانون 18 المعدل المتمم بالأمر 0502 منها القانون القانون الأوقاف هو أول قانون شامل للأوقاف وهو قانون 91 وغيرها من القوانين والمرسيم التنفيذية ذات الصلة بموضوع الأوقاف في الجزائر إذن هذا المرسوم 21 179 المنشئ للديوان الوطني للأوقاف والزكاة أكتفي بهذا نروح للجانب الثاني هناك قوانين أخرى ما عندهاش صلة مباشرة بالصيرفة الإسلامية ولكن هي قوانين مهدت للصيرفة الإسلامية أذكر على سبيل المثال أبدأوا بقانون صدر في 1975 بش نقول لي هناك رجال غيرين على هذا الدين كانوا أذكيا في الصياغة الفنية القانونية دخل مواد رائعة جدا توافق الشريعة بدرجة مئة بالمئة ولكن المنهج العلمي يقتضي أن نندل هذه المواد في ميزان الشريعة نقول هناك مواد توافق الشريعة تماما هناك مواد تخالف الشريعة تماما هناك مواد تخالف في البعض وتوافق في البحض المهم على سبيل المثال المادة 454 455 456 من قانون 75 58 المعدل المتمم كي المواد تقول مباشرة تعامل بالفائدة بين المواطن حرام ممنوع لا يجوز إذن هذه المادة توافق الآية 275 من صورة البقرة وحل الله البيعة وحرم الربع وهناك مواد تجيز التعامل الربوي بين المؤسسات المالية من جهة وبين المواطنين من جهة أخرى إما أخذا أو عطاء تعامل الربوي هذه مواد تخالف الشريعة يقينا ولكن في باب الالتزامات والعقود بدءا من المادة 153 إلى غاية المادة 673 من قانون المذكور كلها توافق الشريعة الإسلامية يعني أعود من المادة 153 إلى غاية المادة 673 مع بعض الخلافات البسيطة جدا ولكن في العموم هذه تحت عنوان الالتزامات والعقود وعندنا قوانين أخرى لا يتسوع المقام للتفصيل فيها وهناك قوانين المالية التكملية قدرت قررت جملة من الإعثاءات من الظرائب كذا إذا تعلق الأمر بالعمليات المنصوص عليها في الصيرفة الإسلامية ونعتبر ذلك إنجازا وضيحا الآن أخير نقطة أخيرا نختم بها أسيسة فتحة شبابيك على مستوى البنوك الكلاسيكية هذه مرحلة مهمة بعد ذلك فتحة وكالات متخصصة البارحة كان مقررا أن أكون حاضرا مع إصرار البنك البنك الوطن الجزائري بإصرار كبير باش نكون حاضرا البارحة على الساعة التاسعة لتدشين وكالة جديدة في المورادية فقلت لهم حاضرة تلمسان تسبق الجميع هذا الكلام البارح يعني وأقول إذن يلا نزيد حاجة أخرى أنه في منذ أسبوعين تقريبا تم رفع السقف ما هو اقتراح إنشاء بنكين مستقلين إسلاميين وهذا إنجاز كبير والأسباب اتخذت ننتظر مسبب الأسباب ليكمل ما عجزنا عنه شكرا لكم والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر